أعرب أسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز فريق البحرين فيكتوريس للدراجات الهوائية بالمركز الأول في طواف كرواتيا خلال المرحلة الأولى عبر الدراج فيليب باهوس وأوضح أسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الانتصار الجديد لفريق البحرين فيكتوريس للدراجات الهوائية يجسد مكانة الفريق في الساحة الأوروبية وقدرات الدراجين الحالية التي جعلتهم على منصة التتويج باستمرار في مختلف المشاركات وهو ما يؤكد روح الفريق الواحد الذي يسير عليه الفريق من دراجين وجهازين فني وإداري وطبي وغيرهم وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه حريص على مواصلة دعم الفريق في سبيل مواصلة الترويج لمملكة البحرين والمساهمة في جعل الرياضة عاملا رئيسيا في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين مبينا سموه إلى أن اسم المملكة أصبح علامة فريقة في المشاركات الخارجية خصوصا أن مختلف الفرق تحقق انتصارات وإنجازات رائدة تساهم في الترويج السياحي للبحرين وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الطواف كرواتيا معروف بالقوة والمشاركة الواسعة من مختلف دراجية العالم وحصول فريق البحرين فيكتوريوس على المركز الأول يؤكد الإمكانيات العالية التي يمتلكها الفريق متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في المشاركات القادمة ترجمة نانسي قنقر